متابعين صباح اليوم واليوم منورنا دكتور رائد محسن بالستوديوات الجديد وموضوعنا اليوم مثل عادة يعني بيحكي عن مواضيع منعيشها كل يوم اليوم السؤال الكبير هل التواصل الجسدي يحد من إمكانية تطور العلاقة العاطفية شي يعني رح نعرف تفاصيل أكتر مع دكتور رائد موجور سباح خير لأليك سباح خير للكرعي شهدونا شكرا شكرا اليوم ما في جامعة اليوم ما في جامعة مش ان هيك كسبنيك معنا بالستوديو اشتقني لك أول شيء اي اي اشتقنا هيك للانتر اكتشي طبعا طبعا اليوم سؤالك هيك كبير ايه هو لما نقول التواصل الجسدي تلطيفا لكلمة التواصل الجنسي نعم لأنه اكتار بيفتكروا اذا ان التواصل الجنسي معيتها عملية جنسية كاملة كاملة لا ايه وهذا ما لا نقصده نقصد انه تواصل يمكن يكون عملية جنسية كاملة لكن تواصل جنسي فازا هل بشكل خطورة على استمرارية العلاقة او دايما مطاق تطورة حسب هلا في بعض الفتيات وهنا محققات بيقولوا انه ميبي هستسيني عبي متحني انه اذا انا اتمدعت معه حتى مش اتمدعت معه يعني ان كان قبلي بوسي عبتة غمرة اي نوع من هذا القبيل خلينقول بوسي مع شغف اه بيفتكرها انه اه مانيتها انه هلقدة بالنسبة لك سهلة ايه يعني متل ما انت سهلة معي اه كنت سهلة مع غيري حتى لو كان بعد شهرين من اللقاء هلا طبعا في كتار هاي الكلمة بيعنيهم تعتبر انه اخر همش بيفكر انا عندي قيمة ملتزمة بقيمة وقيمة يسمحولي اعمل هيك واعمل اللي بدي ايه واذا ما عارف انا مين وانا شو اه ما بدي اي علاقة معه كمان هي محقة بنظرتها للمسألة هاي دي اللي هلا نستعر نرجع نرجع للمقطة فنحنا عم نحكي عن اللي بيخافوا كتير وفي فتاة كتير بيخافوا انه مركعة بيمتحني اذا بستو طب ما هي مش قصة امتحان هي قصة هل انت اللي قيت وصلت بالعلاقة معه لما كان ما حسيت بال بها الخرب بينك وبينه بشكل انه طلعت منك البوسي طبيعية القبلي طلعت طبيعية هالمعانقة طلعت طبيعية وهو كذلك هلا اذا بديك تفكري انه بعد انت وياسركم فترة وعب يمتحنك تيشوف وعب يعيرك باخلاقك من ورا بوسي انت شعرت فيها معين تأكيد ما بيتكوني مع حالة مثله اي انا مبلشين غلط مبلشين غلط صحيح هل في شباب يعملوا هيك في هيك وفي ما هيك فيه بقول انه بس بمجتمعاتنا بتحس ممكن هلا هي هيدي اللي عم نحكي فيه طريبا بخص مجتمعاتنا بالعالم العربي لانه اذا اذا انا بقول بكل العالم هيدي خاصة تخص كل العالم هيدي بتخص عالمنا العربي اكتر وبعض المجتمعات مش عالمنا العربي صحيح مش كله يعني مش بس بعض المجتمعات بعض المتحدات داخل المجتمعات فعمقول انه لما يكون هيك فيها لأدي حدا محافظة وبتاعتب هلأ نفس الوقت يمكن هي تشعر انه لا بأس انا يا عبشور هلأ عم تحكي عنه انه بدي بوسه بدي معانقة غمرة عبطة كله هيدا بحس فيه لكن قيم ما بتسمح لي هلأ هون يبقى تشوفي هل قيمك منطقية لألك اذا كنت عم تشعري هيك خلين نقول نعم منطقية فازن تزمي بقيمك يعني اهم شي الواحد تكون فيه انسجام بين ممارسة بكل افعالنا بكل اعمالنا ننسى العلاقات الحميمية يعني بكل اعمالنا كون انا منسجم بعلاقاتي مع العالم بمكان العمل وخارج مكان العمل مع قيمي ولا لاحس باقدة ذنب فيما بعد فازن بالعلاقات العاطفية نفس الشي رجل كان ام امرأة خلي الواحد يكون ملتزم بقيمه لانه في كتار مرجال كمان بيعتبروا هيك انه انا في خط معين بوقف عنده بالعلاقة الحميمة ان لم يكن هناك زواج بعض كمان خليكم نسجم مع قيمه هلا نرجع للموضوع انه هل معنى ذلك انه صرت مع حضن وصلنا على تنقول حدود او شفير الخطوبة وكمان بعدك خيفة اذا كان فيه اي نوع من العلاقة الحميمة الجسدية انه يعني انا بيمتحنك تابعوني صار اكتر ما حكينا قبلهم معناتها انه انه كل كل يعني انا بقول لما اول ما نتعرف عليهم ايه كل رجل هو نبيل ايه هو نبيل وشهم وهي كلها اخلاق ونبيلي وشهمة هدا وقت واحد يتعرف على التاني بس نحنا لذلك بنقول عن التفاعل التفاعل كأنه بصير يحكه للانسان بصير يعرف مزبوط هو شو بيفكر هي شو بتفكر فمن هون التفاعل حتى بالديتين حتى بالتواعد مهم نعم هلا بنغشيت بالاخر هو لانه كل واحد يبين انه هو على احسن احواله وما تعرف عليه فاذا وين وين انت اه حدود يعني وين اه حدود علاقتك اه معه هاي دي بديك ترسميه قبل ولا تندم عليا فيما بعد اه هيدا الشي بيتقرر من الاول مفروض يعني كل يعني تقول انه انا لما اشعر هيكي لح اطلق مشاعر وخلي مشاعر تحكي عني حتى لو كانت تجسدت بمعانقة قبلي او نحنا عم نحكي شوي اه 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 تواصل جسدي اكتر وما حتى لو ما كان عملية جنسية كاملة اوكي اذا انت مرتاح على الوضع وحس فيها التقارب لما لا بس بس دكتور اوقات بصير في لحظات ضعف يمكن يمكن تكون مقرر انا ما بدي او هو مقرر طاعة الضعف الوحد هادي هون هون يمكننا نقول نكون نسجم مع القيم نعم انه وين انه لو شو مكان ما لانه يعني فينا نقول انه تقريبا اه اه السبب الرئيسي لعدد كبير من الفتيات بيوصلوا لطريق مسدود بالعلاقة العاطفية مع هذا الرجل وما بنفسه الانفصال قرار الانفصال علما انه عارفة هي انه صار لفترة ما ماشي الحال يعني ممكن صار لهم سنتين سوا صار لهم سنتين سوا وصار لها سنة وشوي عم تحاول تنقذ هالعلاقة اه ولم تفعل ولم تفلح ليه لانه خلص انه العلاقة منه مش حاتب ليه بعدك عم تجربه تضلي اه صليب احمر بديك تنقذيها ليه عطول بديك تضلي عملية الانقذ خلص يعني عم تقول في شي غلط يعني اوكي فازا ليه لانه هي بقاموسة ومفهومة تمادت معه جسديا واجنسيا اكتر مما قيامة بتسمح لها بتصير خايفة بتصير خايفة انه تترك لانه لسببين السبب الاول انه هيدا شيء المفروض اعمله مع اللي بخطبو او في نية من الزواج وكنت متأكدة انه لحن نزوج لكن او بدقطت ضعف حضرتك ذكرتي انه لا ما كان في نية للزواج لكن بما كان ما ضعفت فازا عم بترجع بدي تدفع حالة ثمن غلططة وقيمة حكينا عن قيم اول شي انه ما بتسمح لي انه ما فيها تخيل سبب تالي ما فيها تخيل حالة انه هي هلا مع شاب من جديد وبترجع تبدأ الخطوات الاولى باي علاقة طبعا اول ما تعرف نعم تعرف عليا ع طبعه على طبعي يعني كيف بدي ارجع هلا امسك له ايده امسك ايد بتصير تخيل اللي هي معه هلا مفروض تتركه انه ما ممكن تخيل حالي مع شخص تاني بتصير تفوت بمراحل علاقة اللي ما رأيت فيها على مدى سنة سنتين مع شخص جديد ما بتتقبل على حاله هاي دي من ورا اه الضغط المجتمعي نعم على انه الشخص اللي بديك تعملي معه اي تواصل عاطفي نازم يكون جوزك او جسدي علاقتك ايه بدي يكون فيما بعد زوجك زي ما كانت دكتور اه نحن احنا اه هون تطفع سوري هون تطفع الثمن انه لا بدك تقولي انه اه بس بس حتى خاصة السبب التالي طبع بدي ابدأ مع حدا جديد ايه بتبدي مع حدا جديد بترجع بعدين اه بتكون كتير اه مرتاحة عوضعك وتقولي اوف ما كنت مفتكر بعد ممكن انا احب حدا مت محبات الاكس الشريك السابق لا بتحبي حدا تاني وحدا تارت بعد مدروري كل حدا نحبه ونعمل معه علاقة اجنسية كام ليه الا ازا كان هيدا ما بتمانع هيدا صار شأنك بس عم نحكي انه علاقة عاطفية ما معناته علاقة اجنسية حتى لو كان فيها قبولات ومعانقة والاخرية وقال له اه يعني الواحد انه بس اول واحد بس لازم اتزوجه لانه هيك مكتب لي مين كتب لك يعني انه كيف انه انبلات لانه اول الواحد انا تعطيت معه شوية استهونت الامور لزلك بيدفع سمن غلطي لكل حياتي لخمسين ستين قادمة في انت كارسي في انت يقولي شو حتى لو حسيت شعرت باقتل بانتك حتى خيود المجتمع هون اه دكتور رائد يعني ايه والا الواحد ما يفوت فيها الفوطي كلها سواء مؤذية شوي هون ايه مؤذية معنون ضغط المجتمع ايه اه مؤذية بالحالة هيدي يعني بيجبرك على اتخاذ قرارات ما انك مقت هنا فيها بس لانه الناس بده ما هي الناس بده طبعا انه الناس شو بتفكر و حسنا عرف انو انا معو عرف انو انا معو و برجع ابول انه في كتر мало بيشهدونا بقولو اعشو عم بتحكوا بعد في حدا في حدا في كتير هاك مش غلط يكون هيك ti如果 де rapeive Mike واشير منحكين نحن ايه ما اعرف 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 تبعا في انه الواحد يكون منسج مع حياته ومع قناعاته ومعكدا بقى كتير هيك وفي كتير هيك ههيدا صح وهدا صح مهم يكون انتي مرتاحة وبى اي علاقة تكون فيها؟ طب دكتور كل اللي قلته لا ينطبق على الشب على بعض الشباب تسعين 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 بالمئة أنا مني مني ما بيعتبر حالي بمجتمع ذكوري بس بهيد النقطة بالذات لا ينطبق الموضوع على الشب لأنه الشب بيعتبرها مرجع اللي بيعتبرها خبرة بيعتبر عم بيعمل يعني تعيب على الفتاة ولا تعيب على الشب هادي هادي تحصل حاصل مجتمعاتنا بالعالم العربي يعني قصدي ما بيحسوا بحسابات الشب هادي الأساس إذا صار في علاقة أو تواصل جسدي البعض القليل الملتزم دينيا ممكن يقول أنه هادي شي شي صفر صفر فاصلة البعض يلتزم دينيا بعدم الولوج بأي علاقة جنسية أو جسدية والبعض الآخر يستعمل الدين تيغطي عن ضعفه وعدم مش ضعفه جنسي ضعف شخصيته قدرته ومهاراته مع الفتيات بشكل أنه أنا بسبب الديني ما كان عندي خبرة مع الفتيات قبل الزواج هو ما بيكون بسبب ديني بسبب أنه ما بيعرف كيف بقى متل ما دائما ناس بيططوا بالدين لأسباب عديدة منها هو هذا السبب بس مجتمعاتنا بالعالم العربي ترحم الشاب ولا ترحم الفتاة بالنسبة لأي علاقة يعني أنه فلان وصار خاطب مرتين وهي التالت مرة بيخطب بيخطب أهد خطوبته التالتة تنقل بطريقة وهي صارت خاطب مرتين وهي التالتة يعني يعني وغصفت على الأد مع أنه هي الخطوبة لأ لأتناس لا هي الخطوبة لأ دي ممتحن لأمتحن الفترة أكتر ومتحن العائلتين ويمتحنوا بعضهم على كافة مستويات يعني أنه هي كلمة رسمية أكتر للمواعد والتواعد للديتينج بس يعني 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 شو إقرار مجتمعي أكتر مما أنه حسب البيئة وفي أكتر بتزوجوا بدون ما يخطبوا لأنه قدروا يتعرفوا ع بعضهم بالعائلتين كل إشار نحكي بعض نحكي عنها لفترة السنتين لعائلتين وأصدقاء وإلى آخرهم عارفون بشكل أنه نطجة بيتزوجوا طب ما هيدا كنا مرسوا المرسوا الخطيبين أنه ما في ما في مشكلة آآ 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 أنه هل أنت مرتاحة أكتر لأنه خطبته وتأكدته فيه تعيين لموعد العرس موعد الزفاف صار معروف آمتًا عينوه معينته أنه سمحت لحالة أنه تقيم علاقة جنسية يعني إذا هيك مش غلط استعملت كلمة غلط أنا أصلا تتميدة غلط تتميدة تتميدة يعني أنه أنه يمكن قبل الزوية أنه تتعطى بشكل بس كمان ما بيعرفش ما سيحدث بعدين أنه شو بيسي قدي في أعراس تلغى قبل بأسبوع وقته قبل بيوم قبل بأسبوع فإذا أنت كمان بيتكوني من سجمي إنه إذا حصل شيء ما وفترقته فصلته هل بديك تنتمي بعدين وتعلي تفتكري إنه أنا غلطت بوقتها كان شي صحيح لما الواحد بوقته غير نقطة الضعف اللي حديث لذكرتها لما الواحد يقوم بعمل ما في حينها كان القرار الصائب شو ما كان إن كان اختصاص جامعي وهلأ عمري 30 وندمت على قرار التخطو عمري 17-18 نقول عندها كان في حينها كان قرارا صائبا بقى بكل شيء منقوم فيه إنه فتحت هالمصلحة وأخذت قرار تجاري ابدا بزنس جديدي هيدا قرار صائب سنة 2010 هلأ عم بندم عليه بوقتها كنت شايفه صحيح ما فيه الواحد يرجع أقول لو لو استدركت لو انتبهت لوما اختبرت هالبزنس زيتها 10-12 سنة ما كنت عرفت إنه إنه مرأة بالإشيال اللي كنت تندم عليها ما كنت عرفها ونفس الشيب عليها العاطفية لو كنت عرفها هيك لو كنت عارفه هيك ما كنت أقمت معه علاقة طيب ما كنت عارفتي لذلك احتكيت فيه وتفعلتي معه فأزن أمور واحد بيقول بتركع على يعني إذا بدنا إنه نعمل خلاصة إنه واحد يتركع على مجرى يكون طبيعي يلحق مشاعره وعقله يحكم عقله أحساسه يلحق أحساسه أكيد يعني فيه عنا حس لا مش أحساسه قصدي أوقات في عنا حس بتنقذك من هيدا الشيء لا هتنقذك الشيء الحقيقي هيدا الإحساس لازم نلحقه يعني في شيء نقذني ما حبيت أوكي ما حبيتي شو ما حبيت تقوم بهال السلوك هلأ هتصرف هيدا ايه مش ألا لازم نيع خليك يكون يعني خاصا مسائل الجسدية والتواصل الجنسي بد يكون واحد واحد كتير مرتاحين بشكل إنه ما فيه أي شائبة ما فيه أي علامة استفهام تجول ببالهم بذهنهم لأنه بد يكون واحد مرتاح وقال له بيندم يعني تصوري حدا عبيندم على أول بوصي بسته بحياتي كان عمري خمسة عش أو تناش أو تمنتاش هي وعمره أو هو عمره ثلاثين وبتذكر شيء بيطلع خبرة سلبية كانت حدث سلبي أول قبل بحياتي طب بحسب خبرتك يعني معنى من أنت بتستاهل أن تقبلنا على شفاتي مين أنت بتستاهل تبوسني عتمة هيا هذا السؤال هي وعم بتبوسه مين أنت بتستاهل هل هو عنده هل إشها اللي أنت مفتكرتيا هيك ونفس الشيء للشاب يعني مين أنت لحده السؤال فإذا هالمسائل هاي دي من ميلي الواحد بده يكون ما كتير متمسك وماسك الأمور بشكل أنه ما بيعرف لا أنا متمسك بقى الأمور هيك وشكلتها ما يكون متفلت فيها إلا معنى ومعنى روحي ومعنى حميم بقى ما من مكان نتواصل معه جسديا وهي دي المساج لازم نوصل لليوم إنه ما من مكان نتواصل معه هيك بشكل هيا بقى لا بده يكون شيئا لحتى أنا بوسك ولحتى تبوسين لحتى مش تعني لي شيئا تعني لي الكثير شيئا كلمة كلمة مش محلة كمان نعم بدنا نختم بس عندي سؤال هل تتغير يعني بحسب خبرتك هل تتغير رؤية أو مش رؤية يعني بلك وجهة نظر الشاب عن الصبي يلي صار فيه تواصل بلك صغير أو كبير هون برجع لقلو مفاهيمه بس بالأجمال يعني لقلو يعني حلق هو ما مفروض بس في عندك شباب بتركب براسهم هيك إنه إزا عملت يعني إزا بعدنا إيه بعدنا فترة ما خطبنا ولا في كلام رسمي وبستني ما أنت كان ما جاء عم يقول مثل ما ابتدينا أنه أنت بدت تكوني مع حدا مثله مثلا أو جي عبالك كتير وعم بتمثلي إنه ما بدك أحسم ما يفتكر هيك كمان ما بدك تكوني معه أوكي أوكي دكتور رائد شكرا موضوع حساس بعرف يعني بنرجع منتبع بحوالي هلأ بكون حدا عابد فار بقوله إنه ما فهمنا هيك لا ما هو ما في ولا مرة معكي يا حسب راحتك يعني حسب أحصا يعني موجهة أكتر الفتيات كانت الفقرة من الشباب بس إنه يعني حسب بتاخدي قرار بتلتزم فيه العلاقات العاطفية منها شي سهل حسب الأنعات وحسب الشخص اللي معكم أكيد شكرا دكتور رائد محسين